منصة الكترونية هي الأولى من نوعها في دبي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نطاق المبادرات الداعمة لريادة الأعمال والمشجعة لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعة للانتلاق من دبي نحو المستقبل الواعد وتعد دبي نيكست منصة رقمية متكاملة لدعم الشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة من مختلف الجنسيات في دبي بهدف عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انتلاقا من دبي واعتمادا على مفهوم التمويل الجماعي سنعرف أكثر عن هذه المنصة من ضيفنا في الاستوديو سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة صباح الخير صباح النور أكثر من 50% من أفكار المشاريع المتوسطة والصغيرة ترفضها البنوك التقليدية هل دبي نيكست لتمويل الجماعي ستحل المشكلة؟ طبعا في البداية تعتبر هذه المنصة الأولى منها على مستوى المنطقة طبعا بدعم ومباركة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد المنصة تتيح فرصة للجميع وليس بس لجنسية معينة أو لنشاط معين وإنما هي منصة موجودة أو مفتوحة للجميع رقمية مؤتمة بالكامل ويمكن لكل من يرغب بمشروع ناشئ صغير أن يدخل من خلال المنصة ويقدم مشروع عن طريق حملة من خلال منصة دبي نيكست ما هي آلية عمل هذه المنصة وكيف يتم التسجيل فيها؟ طبعا عملية التسجيل إما أن تكون أنت طالب للدعم أو أنك تكون داعم في الموضوع إذا كنت أنت صاحب مشروع وطالب للدعم تحط طبعا فكرة المشروع إذا كان عندك صور إذا كان عندك فيديو أنت صاحب المشروع ممكن أن تتحطها وتحط فكرة المشروع يعني فكرة بإيجاز عن المشروع اللي هي خطة العمل والمبلغ المطلوب طبعا هل منصة هي الأولى رقميا؟ شو اللي بميزة عن غيرها من المبادرات التي تهدف للتمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ مثل هذه المنصات دارجة طبعا هي في الغرب إذا نقول في أمريكا وفي الغرب طبعا هي دارجة ولكن الأولى من نوعها على مستوى المنطقة عدنا نحن اليوم الفرق اللي ما بينها وما بين باقي المنصات أنها تدعم كل الجنسيات كل اللي ساكنين في إمارة دبي وممكن حتى للدعمين أنهم يشاركون أو يدعمون مشاريع عن طريق طبعا التهويل البنكي أو الكريدت كارت أو بطاقة الاعتمان وممكن تدعم أي حد طبعا الأهل الأقارب الأصدقاء هم طبعا الحلقة الأقرب لصاحب المشروع وممكن يلاقي الدعم عن طريقهم من خلال منصة وممكن توصل لشريحة أكبر من المجتمع طالما هلأ صار الرقمانات المجتمع صارت على مجال أوسع هي طبعا تعرفين أنت إثبات المفهوم أو إثبات الفكرة يطلب وقت مرات للترويج عنه لتسويقه ولكن هنا هي متاحة للجميع مثل ما يقولون منصة مفتوحة للجميع وممكن حتى صاحب المشروع يشوف أنه مشروعه لقبول طبعا من خلال الدعم اللي راح يحصله فخلاص هذا يعني مثل إثبات لمفهومة أو لمشروعه أن هذا المشروع ممكن يلاقي دعم وممكن ينجح طيب كيف ألية دراسة هذه الأفكار؟ طبعا في فريق مختصة عندنا نحن طبعا من خلال مؤسسة محمد بن راشد وكذلك صندوق محمد بن راشد اللي دعم المشاريع طبعا يشوفهم الفريق هذا المختص يدر يشوف جدوى هذا المشروع يشوف خطة العمل يشوف حتى الدراسة المالية أو الجدوى المالية وكذلك طبعا اللي هي خطة التسويق أو الترويج طبعا يتم مساعدة صاحب المشروع فيكون في فريق مختص وراء كل مشروع ويقدمون للإستشارة والدعم اللازم أنا أريت أن الأفكار تقبل بشريطة التوافق مع الشريعة الإسلامية هل دوبي نيكست تعمل بطريقة البنوك الإسلامية ونظام المرابحة؟ طبعا هي كمنصة اليوم نحن نقول فيه رسم معين هذا يؤخذ عن طريق الداعمين ولكن إذا نتكلم عن المصارف طبعا هنا راح نتوجه لمسار آخر ولكن لا الحمد لله يعني المشاريع اللي هي ما فيها يعني اللي نقول المشاريع الهادفة أكثر واللي تخدم المجتمع عندنا بشكل عام بالنسبة للوظائف أديش ممكن توفر وظائف هاي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ طبعا نحن نقول إذا نلتفت على المؤشرات الخاصة بدبي ودولة الإمارات هي نحن نقدر نقول أنها تشغل أكثر من 60% من القوى العاملة على مستوى إمارة دبي وفي الدولة وطبعا إن شاء الله يعني أنه يكون خلنا نقول الجيل القادم كله عبارة عن رواد أعمال ومبدعين في هذا المجال إن شاء الله وفقا لتوقعات البنك الدولي العالم بحلول عام 2030 بحاجة لنحو 600 مليون وظيفة منوط بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفير أغلب هاي الوظائف هل تشعر أنه ممكن هذا الشيء يتحقق بهذا التاريخ؟ إن شاء الله لأن حين صارت العملية سلسة يعني هي عملية تسجيل المشاريع أو البدء بالمشاريع طبعا هناك فرص كثيرة ولكن من خلال منصتنا اليوم في دبي نيكست يعني هذه يعني حتى اسمها تم اختيار يعني نيكست واتس نيكست يعني ما هو القادم في دبي؟ فنقول نحن يقدر صاحب المشروع حتى يوم يكون هو طالب في المدرسة عند مشروع شغوفي بمنتج معين بخدمة معين بمشروع معين فيقدر يبدأ من وقت في المدرسة ولا حتى إن كان في الجامعة والكلية فيبدأ مشروعه ويكون يعني ممكن حتى يوظف الآخرين أن يكونوا جزء من هذا المشروع أو هذا الحلم صاحب المشروع أو الفكرة إذا حصل يعني على المبلغ المستهدف متى يمكن أن يصبح هذا المبلغ يعني في حسابه ويبدأ المشروع وينفذه؟ طبعا ما بعد الحملة يتم حصر المبالغ هذه اللي حصلها من الداعمين اللي هو صاحب المشروع وفي خلال طبعا ما فترة ما بين 15 إلى 30 يوم يتم تحويل هذه المبالغ إلى حساب الخاص هل يتم مراقبة المشروع فيما بعد؟ طبعا أنا عندنا في صندوق محمد بن راشد فريق مختص لمتابعة التمويل فهناك تقارير مالية عشان إثبات أن هذا المشروع دعم وما زال يحصل الدعم يكون مادي أو معنوي فهناك متابعة مثل ما نقول يعني وائد قريب لكل مشروع سعيد مطر المري نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شكرا لك شكرا لكم وعودة إلى أسامة وقرازيلا